السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمتكم ميساء الجابر من مدارس السابلة الثانوية معلمة الصف الثاني الأساسي اليوم يا تاني في مادة الرياضيات حنكمل في وحدة القسمة ووصلنا للدرس الثالث يلي هو مسائل على القسمة اليوم رح نطبق اللي تعلمناه في الدروس السابقة بالقسمة لحتى نتذكر مع بعض القسمة هي عملية توزيع الكل على مجموعات متساوية لما بدي أوزع أي شي على المجموعات المتساوية باستخدم عملية القسمة خلينا نشوف المثال الأول تضع أمل أربع وردات لتزيين بطاقة الدعوة التي تصنعها فإذا كان لديها ستة عشر وردة فكم بطاقة تستطيع أن تزين بهذه الطريقة؟ أعد لحكاية المسألة بلغتك هلأ يا تاني في بنوتة اسمها أمل عم تزيين بطاقات الدعوة في كل بطاقة الدعوة عم تستخدم أربع وردات لحتى تزيينها وكان هي عندها ستة عشر وردة طب بهاي الطريقة بما أنها بكل وردة بكل بطاقة عم تستخدم أربع وردات وهي عندها ستة عشر وردة كم بطاقة تستطيع أن تزين بهذه الطريقة؟ نحن بلغتنا أن البنوتة عندها ستة عشر وردة عم تزيين بطاقات دعوة في كل بطاقة بتحط عليها أربع وردات شو رح نعمل لحتى نعرف الجواب؟ ماذا ستفعل لكي تعرف عدد البطاقات؟ عدد البطاقات التي تستطيع أن تزينها أو تصنعها؟ شو حنعمل؟ سنقسم نقسم ستة عشر اللي هو العدد الكل للوردات على أربعة اللي هو عدد الوردات اللي بتحتاجهم أمل في كل بطاقة كم بطاقة يمكن تزينها؟ أمل كم بطاقة ستقدر تزين؟ لحتى نعرف رح نحل ستة عشر تقسيم أربعة يساوي أربعة فإذا كم بطاقة يمكن تزينها؟ أربع بطاقات في السؤال الثاني في صفحة 82 نفس الصفحة وزع الأب أربع دنانير على أبنائه الأربعة بالتساوي فكم دينارا أعطى كل واحد منهم؟ هل الأب معه أربع دنانير؟ حيوزعها على أبنائه الأربعة كم دينار أخذ كل ابن من هذول الأبناء؟ نحكي أربع دنانير مع الأب تقسيم أربعة يلي هم عدد الأولاد ويساوي أربعة تقسيم أربعة واحد لو بنحولها لجملة ضرب نحكي واحد ضرب أربعة ويساوي أربعة هلأ في الصفحة المقابلة صفحة 83 اشترى غيث ثلاث أقلام بثلاثون قرشاً فكم ثمن القلم الواحد؟ هو اشترى ثلاث أقلام دفع سعرهم كاملين ثلاثون قرشاً طيب القلم الواحد كم سعره؟ بمسك العدد الكبير لأن العدد الكبير دائماً هو بيكون اسمه المقسوم واللي بنبلش فيه مسألة القسمة فإذاً 30 تقسيم ثلاث اللي هو عدد الأقلام يلي اشتراها ثلاثين تقسيم ثلاث كم يساوي؟ نتذكر شو العدد اللي كنا نضربه بثلاث يعطينا الناتج ثلاثين؟ يلي هو العشرة فإذاً 30 تقسيم ثلاث يساوي عشرة شو هي هاي العشرة؟ عشر قروش ثمن القلم الواحد تمام؟ هلأ السؤال الرابع وزعت أم أحمد خمسة عشرة قطعة حلوة على ثلاث من أبنائها ام أحمد معها خمستاشر قطعة حلوة وعندها ثلاث أبناء بدها توزع عليهم بالتساوي لكل واحد فكم أعطت كل واحد منهم؟ نحكي العدد الكبير يلي هو المقسوم واللي بنبدأ فيه مسألة القسمة خمسة عشر تقسيم شو كمان عنا الرقم تاني نحطه يلي هو الثلاثة اللي بدل على الثلاثة من أبنائها خمسة عشر تقسيم ثلاثة يساوي نسأل حالنا شو العدد يلي كنا ندربه بثلاثة يعطينا الناتج خمسة عشر يلي هو الخمسة فإذن كل واحد من أبنائها أخذ خمس قطع من الحلوة هل السؤال الخامس تضع صبا ثلاث تفاحات في كل طبق فإذا كان لديها تسع تفاحات فكم طبقا يلزمها؟ بنبلش بالعدد الكبير يلي هو المقسوم المقسوم عليه هيكون الثلاثة يلي هي ثلاث تفاحات هل هي عندها تسع تفاحات بتوزعهم وبتحط بكل طبق تلاث تفاحات طيب كم طبق بتحتاج حتى تخلص كل التفاحات يلي معها؟ نحكي تسع تقسيم ثلاثة ويساوي ثلاث أطباق يلزمها لتوزيع التفاحات بالتساوي هلا السؤال السادس عبر شفويا عن الجمل الآتية بقصة أو بسؤال عادي 12 تقسيم ثلاثة يساوي هلا هذا المثال كتبتلكم عنه قصة المثال الثاني تركته لإلكم بتعملوا هيك سطر هون سهم وبتسطروا مثلي وبتحلوا عادي شو ما بدكم بس المهم يكون نفس الأرقام تستخدموها بعملية القسمة بالقصة يلي انتوا بدكم تألفوها أو تعبروا عنها 12 تقسيم ثلاثة يساوي كم هلا حتى نعبر عنها بقصة كتبتلكم اشترت حنان ثلاثة كرات باثنى عشر قرشا فكم ثمن الكرة الواحدة كم ثمنها ثلاث كرات اشترتهم ودفعت سعرهم اثنى عشر قرشا طيب الكرة الواحدة كم ثمنها اثنى عشر تقسيم ثلاثة يساوي أربعة نفس الشي هون ستة عشر تقسيم كم يساوي اثنان ستة عشر تقسيم كم يساوي اثنان الجواب حيكون ثمنية وخليت القصة عليكم يعطيكم العافية هيك بتكون انتهت وحدتنا اللي هي وحدة القسمة بكرا ان شاء الله حيكون عنا المراجعة وبس يعطيكم العافية